السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم English for Everyone إليكم اليوم محادثة قصيرة ومفيدة بأسلوب سلس وبسيط ونقدم لكم من خلالها مجموعة من الكلمات الجديدة ستحتاجونها في حياتكم اليومية فتابعونا هناك العديد من الناس هناك العديد من الناس في محطة القطار at the bus station This bus doesn't go quickly This bus doesn't go quickly This bus هذه الحافلة لا تسير بسرعة doesn't go quickly بسرعة quickly لا تسير بسرعة doesn't go quickly It's very slow It's very slow إنها بطيئة جدا بطيئة 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 جدا لاحظتم هنا بأننا عوضنا بص بـ it كما قلنا فـ it يعوض الضمير الغائب الغير العاقل وهنا الحافلة هي ضمير الغير العاقل لذا عوضناها بالضمير فنقول فنقول It's very slow It's forced to go slowly إنها مجبرة It's forced to go slowly على الذهاب ببطء slowly ببطء slowly ببطء It's forced to go slowly Traffic is also heavy at this time Traffic is also heavy at this time حركة المرور Traffic Traffic حركة المرور Traffic is also heavy أيضا شديدة بمعنى مزدحمة أو مقتدة At this time At this time في هذا الوقت Traffic is also heavy at this time حركة المرور أيضا شديدة في هذا الوقت It passes through Salmoner Road Street It's to pass through Salmoner Road Street إنها تمر عبر بعض الشوارع الضيقة It passes تمر It passes إنها تمر Passes تمر Throw عبر عبر Some narrow street بعض الشوارع الضيقة بعض Sam Narrow Street الشوارع الضيقة شوارع Street Street ضيقة Narrow بعض الشوارع الضيقة Sam Narrow Street It passes It passes through Salmoner Road Street إنها تمر عبر بعض الشوارع الضيقة It stops Very often It stops Very often إنها تتوقف مراراً تتوقف مراراً تتوقف stops Very often مراراً Very often مراراً إنها تتوقف مراراً It stops very often It's so crowded It's so crowded It's so crowded إنها مزدحمة جداً إنها مزدحمة جداً The ride on the bus became very tired The ride on the bus became very tired الركوب في الحافلة أصبح متعباً جداً الركوب في الحافلة The ride on the bus الركوب The ride الركوب في The ride on أو الركوب على The ride on الركوب على الحافلة أو الركوب في الحافلة The ride on the bus became very tired الركوب في الحافلة أصبح متعب جداً متعب أصبح متعب 땋 Str bakın أصبح متعب أو 어렵 هذه كانت 참 Hãy Bu Home إنها م icビل السنة هذا أصبح متعب هذا محذر للغاية هذا محذر happy إنها محذر يعيب هذا محذر لو أنه ملغاية しょ محذر sad ٰ معذر سنة إنها محذر للغاية إنها Una Going to university by bus takes long time الذهاب إلى الجامعة بالحافلة يستغرق وقتا طويلا وقتا طويلا يستغرق وقتا طويلا وقتا طويلا يستغرق وقتا طويلا So I always get laid So I always get laid دائما أصل متأخرا I get laid أصل متأخرا We should find the alternative يجب أن نجد البديل The past crisis is increasing day by day أزمة الحافلات تزداد يوما بعد يوم The past crisis أزمة الحافلات The past crisis is increasing تزداد يوما بعد يوم Day by day The past crisis is increasing day by day If I had a car If I had a car لو عندي سيارة If I had a car لو عندي سيارة هذه الجملة تخلونا مثلا للتمني فهو لا يملكي سيارة ويتمنى لو كانت معه سيارة If I had a car لو عندي سيارة If I had a car The taxi is faster but it's too expensive The taxi is faster but it's too expensive So starting tomorrow I will go to university by bike So starting tomorrow I will go to university by bike So starting tomorrow I will go to university by bike لهذا ابتداء من الغد سوف أذهب إلى الجامعة بالدراجة So لهذا So لهذا So starting tomorrow ابتداء من الغد Starting tomorrow ابتداء من الغد سوف أذهب إلى الجامعة بالدراجة I will go to university by bike I'll go to university by bike Good idea It will be fun Good idea It will be fun فكرة جيدة Good idea فكرة جيدة Good idea فكرة Idea Idea فكرة It will be fun سيكون الأمر ممتعا Good idea It will be fun فكرة جيدة سيكون الأمر ممتعا Fun ممتعا Finally We arrived Finally We arrived أخيرا وصلنا Finally أخيرا We arrived وصلنا أخيرا وصلنا Finally We arrived في النهاية إن وجدتم هذا الدرس مفيدا لكم اضغطوا على زر الإعجاب ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بتعليقاتكم البناء وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سيلز نهاية